عطارد بيوقع البورصة يعني اي حد ليه في المضاربة والبورصة والاسهم والسندات والحاجات دي كلها يعرف ما تلعبش ما تضربش دلوقت لان عطارد مسؤول عن الاتصالات والمواصلات عن الصحة عن البورصة كمان عطارد مسؤول عن شبكات المحمول يعني مثلا فجأة ممكن نلاقي النت عالميا ضرب تفتح تلاقي مش عارفة تشال صفحات بتتسرق خلي بالك يا سوير صفحات يا سوير لو نرجعناها ايوة المشاكل بتكتر ما يخص الاتصالات والمواصلات والسوشيال ميديا وشبكات المحمول حنلاقي فجأة الشبكة وقع مش عارفين نكلم بعض الحاجات دي كلها بتكتر جدا مع تراجع عطارد فاحنا نعرف مع تراجع عطارد نبقى مأمنين الاتصالات والمواصلات واخذين بالنا من صحتنا ولاش عمليات تجميل خالص لان مع تراجع عطارد هيقترن بفينس الهابط في العزراء يعني نعمل ايه؟ يعني فينس في الفترة اللي جاية هيبقى هابط في العزراء يعني لايه لعمليات التجميل لمدة على اقل شهر اللي مقرر يعمل عملية تجميل او تحسيط يأجلها يعني من خمسة لخمستاشر انت طولتها لشهر لا ليه ما هو من خمسة لخمستاشر متراجع في العزراء وحيكمل تراجعه للأسد من خمستاشر لتمانية وعشرين فاحنا عطارد متراجع لكن نص فترته متراجع في العزراء عشان كده بقولك احذاري والنص التاني رجع راح للأسد فانت قسم انت كده كده جايب وارا بس مقسم الجايبان وارا ده لتنين شوية في العزراء عشر تيام في العزراء وبقيت الفترة متراجع في العزراء